ده ياش البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون مايا وفيلمنا بيبدأ وياش بيقع من بيته من حضر عالي لكن بينكز نفسه في اللحظة الاخيرة وبيكون مصاب ومضروب بالرصاص وبيحاول يقاوم علشان ما يموتش وبيفضل يتسلق المكان لحد ما بيقدر يطلع ووقتها بيفقد الوعي بتاعه وبعدها اصحابه بيوصلول وعايزين ينكزوه وبيودوا المستشفى علشان يتعالج ويفضل عايش وهناك بيحاول يخرجوا رصاصة منه وهو بيفضل يفتكر في ذكرياته مع مايا وساعتها بنرجع للماضي وبينلاقيها بنت محبة للحياة ودائما بتساعد الناس وبنعرف انها شغالة مدربة رأس وفي الوقت ده بيلاقي ياش بيقابل ناس ومع 40 كيلو مخدرات وبيقرر يبيعهم لكن بيعملوله كمين وعايزين يسيطروا عليه وساعتها بيفضل يضرف فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر يقف قدامه وبيندمهم علشان فكروا ويتحدوه ووقتها مايا بتشوفه بتكون خايفة منه لكن بيتفاجئ بمايا موجودة قدامه وبتركب معه الأسانسير وكالعادة خايفة ومتوترة جدا ولما بتمشي بيشوف خلخال واقع على الأرض وبيروح يرجعه لها وفكره يخصها لكن بتقوله مش بتاعي وساعتها بتسيبه وتمشيه وبعدها بيوقف مع واحد بيعرفه مكان موري اللي هيشتري منه المخدرات ولما بيجي الليل بيكون عامل كمين لموري وبيشوف مايا التاني مرة بالصدفة ومعاها راجا صاحبها فبيروح ناحيتهم وهي بتستغرب أول ما بتلاقيه ووقتها بيهزى أراجا لأنه ماشي من غير رخصة وكمان عايز يكسر الكمين وساعتها بيكتشف ان ياش زابط شرطة وهي بتكون مصدومة وبيقول لها ماينفعش بنته تخرج مع واحد بالليل وحدها ولما بيمشي هي بتفضل تبص عليه وبعدها بيوصل موري وعايز يهرب من الكمين لكن ياش بيدربه بالنار وبيقدر يوقفه وفي النهاية الأمر بيسيطر عليه ولما بيرجع للوحدة بيقابل رئيسه وبيعرفوا ان فيه مغبر جديد اسمه أرفيند هيبلغهم بكل المعلومات عن أماكن تجار المخدرات في البلد وبيتفق معاي كون فريق صغير واللي بيدوم أول واحد قتل والتاني هو المجند الجديد ماهيش والأخير بنلاقي الزابط كاملش وياش هيكون القائد بتاعهم لتنفيذ المهمة وبعدها أرفيند بيعرفهم أماكن أكبر أربع عصابات مسجين تجارة الهيروين والكوكايين وفعلا بيقدروا يتتبعوا أثارهم وبيوصلوا لهم بالترتيب وبيقتحموا كل الأوقار والأماكن بتاعتهم وبعد مطاردات طويلة بيسيطروا عليهم وبتنجح خطتهم في القضاء على تجار المخدرات في البلد والتاني يوم ياش بيقابل مياه بالصدفة وبتحاول تتأسف له بتطلب منه يسمحها علشان كانت فاكرة مجرم وهو بيقبل اعتذارها وبيبدأوا صفحة جديدة مع بعض وبعدها بيسيبها ويمشي ولما بنروح لأتول بنلاقيه مستغرب ان المخبر أرفيند عارف كل المعلومات عن موزعين ومهربين الهيروين وبيقول يمكن ساعدنا علشان ينتقم لابنه اللي مات لكن بنكتشف انه شغال مع تاجر مخدرات اسم ريدي وكان بينفز كل تعليماته علشان يتخلص من منافسينه في السوق وبعدها ريدي بيكلم أخوه فشنو وبيعرفوا ان الخطة تنفزت زي ما هو رسمها بالزبط ووقتها بنلاقي فشنو مخطوف وفيه ناس عايزين يموتوه فبيفضل يضرف فيهم وبيخلص عليهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وفي نهاية الامر بينكس حياته من ايديهم وتاني يوم ما هي بتكلم ياش وبتطلب تشوفه الحاجة مهمة جدا واول ما بيوصل لها بيعرف ان في شباب بيتحرشوا بصاحبتها فبيركبهم عربيته وبيروح معاهم للمكان اللي عايش فيه وهناك بيخليها تمشي وتعدي من قدامهم وهما بيوقفوها وبيحاولوا يهددوها هيشوهوا الشهب مية نار واول ما بيرموها بتيجي فيهاش وبنكتشف انها مية عادية وساعتها بيدرف فيهم وبيرفع على واحد السلاح وقاتها المسدس بيطلع فاضي وبيقول له ما تخافش كنت بيهزر معاك وتاني يوم بيقابل ما هي بالصدفة في الشارع وبتعرض عليه يشربه قهوة مع بعض لكن بيرفض علشان عنده قضية مهمة النهاردة ولما بتعدي الشارع بتفضل تبص نحيته وللأسف بتعمل حدثة وبتغبطها العربية وبيخدها وبيكون في الطريق للمستشفى وخاف جدا لحد ما بتفوق وبيعرف انها بخير وحصل لها كسر في رجلها ومع الايام بيزورها في البيت وبيقربوا جدا من بعض وبيكونوا اصدقاء ولما بيجي الليل فشنه بيكون موجود على قارب وبيرجع الهند وبيقابل اخوري دي بعد غياب طويل وبيقول لهم دلوقتي ما فيش منافسين لنا في تجارة المخدرات وبيقرر يموت ارفيند لانه بقى كارت محروق للشرطة وبعد مرور شهر ماية بتخف وبتعرض علياش يسافر معاها علشان تزور اختها وفعلا بيوافق وبيكونوا في الطريق للقرية والعلاقة بينهم بدأت تتطور وكل واحد بيكون معجب بالتاني جدا ولما بيوصلوا هناك بتكرر تتكلم معاه وبتقوله انا شفتك وانت بتوديني المستشفى وبتعايت علشاني وفيه سر عايز اعترف لك به وهي انها بتحبه وعايز اتكمل حياتها معاه لكن بيرفض وبيقولها مينفعش نرتبط ببعض ولازم نفضل اصحاب وعملين حدود ما بيننا وساعاتها بتتحارك جدا وبتقوله مش عايزك تحبني انا كنت بعترف لك بشعور جوايا ولما بيرجع بنلاقي عمال بيجري لوحده وبيفتكر في كل ذكرياته معاها وزعلان علشان ما قدرش يقولها ان هو كمان بيحبها فبيقرر تاني يوم يقابلها ويتكلم معاها وبيقولها نظابة شرطة وحياتي دايما في خطر وممكن ماكونش الزوج اللي انت تتمنيه وتندمي علشان ارتبطي بيا لكن بتقوله انا عايز افضل معاك تحت اي ظروف لانك الوحيد اللي هكون سعيدة وانا جانبه فساعاتها بيتشجع وبيقولها بيحبك وبيارد عليها الجواز وهي بتكون مصدومة وفرحنة جدا وبتحضنه وما بتكونش قادرة تصدق نفسها ومن ناحية تانية فشنو بيقول انه قاتل ارفيند علشان ممكن يبيعهم للشرطة ودلوقتي بعد ما خلص على كل منافسي لازم يموت الاربع زباط اللي نفذوا المهمة وفعلا بيجمع كل المعلومات عنهم لانهم بيمثلوا خطر عليهم في المستقبل لكن الوحيد اللي بيكون ملهوش نقطة ضعف هو ياش لانه عايش لوحده في الدنيا وفي نفس الوقت ياش بيحدد معاد الفرح مع اهل مايا وبيحكي لصاحبه قاتل ان وجود مايا في حياته هيخليه انسان ضعيف وبعدها فشنو بيبدأ تجارته وهيشتغلوا في نوع جديد اسمه كتامين وعلشان محدش من الشرطة يمسكهم بيكرروا يدخلوا المخدرات الهند وبيحطوها جوه العفش والاساس وتتحمل على مراكب لمومبي ومن ناحية تانية ياش بيحقق في النوع الجديد اللي دخل السوق واللي كان السبب في موت ناس كتير وبيكتشف ان ارفيند كان بيشتغل معاهم وبعدها قتلوه ودلوقتي الطلب زاد على المخدرات والعرض قل وبسبب كده قدروا يكسبوا ملايين كتير جدا وبيعرفوا ان الهيروين بيتهرف في العفش اللي جاي من بلجيكا وبيوصلوا الواحد اسمه طاهر هو اللي بيساعدهم في تهريب البضاعة وبيعترف لهم ان التبادل هيحصل في المول ولما ريدي بيوصل هناك بيقول لي فشنو هستلم البضاعة الواحدي علشان محدش يعرف انك عايش وبيبلغوا يرقب من بعيد بدون ما يدخل في اي حاجة وفعلا ريدي بيدخل المول علشان ما عاد التسليم والشرطة بتكون في كل مكانوا مرقباهم وقتها بيتم تبديل البضاعة وفاكرين انهم بامان ولما بيكونوا خارجين يشو الزباط بيقبضوا عليهم لكن فشنو بيكون شايفهم وبيضرب عليهم النار وقتها ريدي بيحاول يهرب وهما بيكونوا وراه لحد ما بيقدروا يحصروه في جراج العربيات وما بيكونش عارف يهرب وياش بيكون عايز يقتله وقاتل بيحاول يمنعه وقتها ريدي بيقرر يمسك سلاحه فكلهم بيدربوه بالنار وبيقتله مع عادة قاتل وفشنو بيكون شايف كل حاجة حصلت قدامه وقتها بتعمل لهم تحقيق وياش ما بيكونش ندمان ان هو موته وقاتل بيعترف انهم ضيعوا فرصة القبض عليه عايش وبسبب كده بيتواف ياش وماهيش وكملش عن العمل وتاني يوم ياش بيكون مع مايا وصحابه وبيكرروا يدخلوا السينما ويتفرجوا على فيلم لكن فشنو بيكون هناك وبيرايب كل تحركاتهم وبعدها بيروح لبيت طاهر بعد ما بيعه للشرطة وبيكرر يموت كله اسرته قدام عينيه وساعتها بيقتله وبيتخلص منه بسبب الخيانة وفي نفس الوقت ياش بياخد مايا للبيت علشان تتفرج عليه لكن بيجيله تليفون وبيعرف من قاتل ان طاهر مات ووقتها فشنو بيكلمه في التليفون وبيقول لنا لموت طاهر ويا رب الفيلم اللي شفته في السينما يكون عجبك والمرة الجاية هموتك انت واصحابك ووقتها يجب يتأكد انه بيرقبه في كل مكان ويمكن يجب على البيت ويقتله والساقاتها بياخد مايا وبيهربوا بسرعة من فوق الصور ويروح يوديها البيت قتول علشان تكون في امان وبعدها بيكون فريق من الشرطة وبيحط لهم الخطة وهو ما بيستلمش سلاح لانه موقوف عن العمل وبيدخلوا البيت تاني وبيكونوا مستنيينهم واول ما فشنو رجالتو بيهجموا بيلاقوا الشرطة بيتموت فيهم وبيتخلصوا منهم واحد واحد وفي نهاية الامر بيقدروا يقبضوا على فشنو وفاكرين انهم سيطروا عليه لكن بيدفع عن نفسه وبيفضل يضرب فيهم ولما بيحاول يجري ياشب يكون وراه وعايز يمسكوا باي طريقة وبعدها بيوصلوا وبيفضلوا يضربوا في بعض وكل واحد عايز يسيطر على التاني ووقتها بيلاقوا نفسهم موجودين في محطة القطر وفي نهاية الامر فشنو بيهرب منه وما بيقدرش يقبض عليه وبعدها ياشب يقابل رئيسه وبيطلب يرجعه للخدمة علشان فشنو مجرم خطير وكانت الشرطة فاكرة ميت لكن بيرفض يمسكوا القضية تاني لانه موقف عن العمل ومن ناحية تانية مهيش بيكون في بيته مع مراته راتشنا وبيدخل عليهم فشنو وعايز ينتقم والساقاتها بيحاول يدفع عن نفسه لكن بيمسكوه وبيفضلوا يضربوا فيه وهو بيكون ضعيف جدا قدامهم وبيقع على الارض وبيترجعهم يسيبوا حبيبته ومحدش يعتدي عليها لكن للأسف فشنو بيقتل مهيش وبيخلص عليه ووقتها ياش بيعرف اللي حصل وبيروح لبيته وبيلاقي صاحبه ميت هو راتشنا بعد ما تم اختصابها ورئيسه بيلغي ايقافه عن العمل وبيأمره يقتل فشنو وده بيخلي ياش مدايق لانه رفض من البداية يرجعهم للخدمة وسابهم بدون سلاح يدفعوا بيه عن نفسهم ووقتها بيعملوا مراسم الجنازة وكلهم بيكونوا زعلانين ومش قادرين يصدقونوا صاحبهم مات ومن وقتها بيكرروا ينتقموا من كل رجالة فشنو وبيقتلوا في اي واحد على علاقة بتجار المخدرات وبيخلوهم يشوفوا كل انواع التعذيب وعايزين يعرفوا مكان فشنو وبعد فترة ياش ومايا بيتجاوزوا علشان ما يبانشوا قدام الاصحابة ان الزباط الشرطة خايفين وفي نفس الوقت فشنو بيقابل سواتي مرات قتل وبيقدر يمسكها والتاني يوم ياش بنلاقي مع مراته مايا لكن بيحس بحركة في المكان وعايز يدافع عنها ووقتها بيمسك واحد منهم لكن فشنو بيدرب عليه النار وبيقرر يقتله وبعدها بيمسك مايا وبيهدد بموتها وياش بيكون مصاب وبيترجاي سابها ويقتله هو لكن فشنو بيكون رافض وعايز يندمه علشان موت اخوه ولما ياش بيحاول ينقذ مايا بيدربه بالبندقية ووقتها بيتر من الشباك وبتظهر اللقطة اللي حصلت اول الفيلم وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبنكتشف ان قتل هو اللي عرف فشنو مكان ياش علشان ينقذ مراته وبيقول له لو عايزها ترجع لازم تقتل ياش في المستشفى وفعلا بيسمع كلامه ويرح لصاحبه القوضة وبيكون متردد جدا ومش عارف يموته وبيفكر يقتله بكذا طريقة لحد ما بيقدر يخلص عليه وبعدها وسائل الاعلام بيتزيع ان الزابط ياش مات وسواتي ومايا بيكونوا سمعين الخبر وفشنو مسيطر عليهم وبعدها بيكلم قتل وبيعرفوا مكان مراته وساعتها بنتشف ان قتل مقدرش يقتل ياش وهو فق في الوقت المناسب وبعدها بيحطوا خطة مع بعضهم علشان ينتقموا وينقذوا سواتي وياش بيخلي الممرضة تديله مسكنات كتير جدا تساعده لتنفيذ مهمته وفعلا بيأخذوا العربيات ويرحوا للمكان وعايزين يقبضوا عليه واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا فاضي لكن ياش بيكتشف ان سواتي مشنوقة وفشنو قدر يموتها وللأسف قتل بيدخل وبيشوف مراته مقتولة وبيفضل يعيط عليها ومش قادر يستوعب اللي بيحصل ووقتها بيموت نفسه لانه السبب في كل المشاكل وياش بيكون مصدوم ومش عارف يعمل حاجة وبعدها فشنو بيكلم قتل لكن كاملش هو اللي بيرد عليه فبيقول له انت الوحيد اللي فاضل وكل صحابك ماتوا ولو عايز تنقذ مايا لازم تسلم نفسك ليا وفعلا بيروح للمكان اللي متفق عليه وبيلاقيهم محاصرين وبيكونوا موجودين قدامه وساقاتها بيظهر ياشو بيقتل رجالته وفشنو بيتفاجئ انه لسه عايش ووقتها بيفضله يضربه نار على بعض لكن بيتصاب كاملش ولما بيحاول فشنو يهرب ياش بيكون وراه عايز يلحقه واول ما بيوصل للمكان بتاعه بيلاقيه مسك مياه قدامه وبيضربها بالنار ثلاث رصاصات في بطنها وبيخلص عليها وفي الوقت دايش بيمسكها قبل ما تقع وساعتها بتيجي لحظة الوداع وللأسف بيطلع في الروح وبتفقد الحياة قدام عينيه وهو بيفضل يعيط عليها ومش قادر يصدق انها ماتت وفشنو بيروح له وبيحاول يقتله هو كمان لكن وقتها بيدافع عن نفسه وبيفضل يضرب فيه وبيخليه يندم على كل حاجة عملها وكل هدف وينتقم ويرجع حق اصحابه وفي نهاية الامر بيقتله وبيخلص عليه وبالشكل ده بيموت فشنو وياش بينتقم لحبيبته مايا وبيفضل يصرخ بصوت حيالي وبيكون زعلان وبعدها بيرجع لحياته الطبيعية وبيودع صورة مايا قبل ما ينزل ويروح لشغله من تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد